كيفية الأخبار السلام عليكم السلام عليكم دون إشارة السلام عليكم 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 السلام علي السلام عليكم 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 صيص كده يعني خط الكلهاش ورقب الامفينيتي وكده كان زمان في الغابة حايم قرم بيرسله كان قرم بيرسله ما كنت مرسله انت كنت مرسله الحبس ايها بيبي هو قرم كان اعتمد عليك ما كان عمل اي حاجة بالمناسبة نوير وشلك وكبويته وطوريت وميرم وبحر الغزال بحر الجبل كبويته واو جونجلي انت قال القرم كان معتمد عليك انت يا مرسول الحب ها بتكلم معاك يا ياسر عرمان انت قال القرم كان معتمد عليك انت تاريخ نضال شنو لعندك يا زو تاريخ نضال شنو لعندك وين السياسة لعندك وينو النضال لعندك حسي اللي بتعمل فيه ده كده كيف جاوليه على الحتة دي قال اول حيه هو طبعا قاصد تيريك وبرسودان ومجتمع البيجا والقبائل في الشرك كلها قال شنو قال يا اخي الشعب عاصيين على التركيع والتجويع والتخويف والانفلات الامنة عمل شنو يا سر شال موضوع الانفلات الامنة والتجويع والتخويف والتركيع شال من الحكومة شال من الوضع الاقتصاد السيء شال من الفشل شال من سرقة اردول شال من سياسة حمدوك الفاشلة شال من انه احنا دفعنا سددنا الغروض بحق أمريكا بتاعت التهم الموجهة لنا في التفجيرات شاء الله الموضوع ده كله رما في منه. التلاتة سنة الفشل دي كلها رما في منه. رما في السيد تريك قال وقطع الطرق والموانئ والبترول وقطع الطرق والموانئ والبترول قاطع منه وقاطع تريك يعني الحاجات دي حاصلة بسبب تريك يعني التلاتة سنة الفاتح دي كلها بسبب تريك ده تفكيرك انت بتحاول تجييشنا عليه. ممتاز. قام ختم كلامه وقال شنو. وما حك جلدك مثل الجماهير. دخل جلدك هنا شنو؟ تفضلي انتي. نعم. كدخلت لكم شاوجابة على السؤال ده. ياسر عرمان. الاديبة الاريبة العالم الفز المناضي الشيفيد. دخل جلدك في المقالة الثورية الانفعالية المنفلتة. اه? دخل جلدك هنا ليه? ايوه. تفضلي. معافظو العرف. لانه دخل مكتب حمدوك. وتحول لينا الى اللاشي. تذكروا قبل اسبوع مش كتب قال رأيتها تلبس اللاشي. اصبح موضوع اللاشي اذا مسيطر عليه. شنو يعني ما حق جلدك مثل الجماهير? الجماهير العنترك ولا العندك? ايه رأيك انه انتو حتدخل في مرحلة حكومة الطوارئ? حتحصل ولا ما حتحصل يا ياسر? وحتنزلوا الشارع وحتفتشوا جماهيركم التساندكم. الكن بنحنسكم. يا ياسر ما تستفز. القوة الوحيدة مع الحرية والتغيير هي الشارع ما تستفزوهم. ما تخسروهم. ما تخسروا لجان المقاومة. ما تشتروهم. بتحتاجون يا حمدوك. بتحتاجون يا حرية. بتحتاجون يا وجي. يا وجي يا اخي ما تدعم الدعم السريع. ما تشكروا الجيش يا تعايشي. بتحتاجوهم قوتكم ومصدرة الشارع والشعب السوداني. هس انتو فقدتوهم. الول ولا اللي بتعملوا ليه فيها وطالعين تكتبوا ليه مغالات. والناس الذين يدعون للانقلاب ما بتحدد ليه انت. انت ما بتحدد ليه ولا تفتح بلاحتك في الموضو هذا. لا انت لا حرية وتغيير. ايجي كوز. ايجي البشير عديل. ايجي الجن. ايجي صلاح قوش. ايجي. ده ما موضوع انت تتكلم فيه. انت لما مسكناك البلد ثلاثة سنة. وموتنا في الشوارع. وصبرنا عليك. وانت الان. يا هو. بتأجج في الفتنة. تطلعوا تقولوا علي غليم كامل كيزان. تلاتة مليون زول طلعوا وقفلوا الشوارع وقفلوا المينة. وقدموا شكاوين. تطلعوا تقول له ان انتوا كيزان وحتجيبوا الفلول. انت تاني الخيار ما عندك يا زول. انت تاني الخيار ما عندك. تاني انت ما انت ما ما مؤتمن حتى على سياسة ولا على دولة ولا على. انت تلاتة سنة برلمان ما قدر تعملوا لالناس. الوالي زول واحد. واحد موظف واحد في ولاية بيكون تعداد سكان سبعة مليون ونص. ايه رأيك تديهم مساحة بتاعت اختيار. اختاروا الوالي دارينه. انت حتى الان كسلة ما فيها والي. بتفرضوا على الناس الوالي ما عجبون واليكم تخلوها بدون والي. لان الشعب عندكم ما عنده غيمة. لما الشعب يفكر في حريته واختياره بتهددوه. والله عساكر جاين لكم. ما قول سيادتكم. يا ياسر عرمان ما قول سيادتكم. يا خالد سيلك ما قول سيادتكم في الزيارة التاريخية الشهيرة القنباحة حمدوكم اللي الدعم السريع. بيفسرواها باشنو. ابتر من كده فاشنو. ما هو الدعم السريع اللي انت خايف انه يعمل انقلاب ويجي يحكمني. حمدوكم مش قاعد معاه. ساق الحكومة المدنية كلها وقاعد معاه. بعد ثلاث يوم من اكبر رسالة بتاعت لجام مقاومة وسوار في الشارع اللي يحميتي. طردوه من المسجد حمدوكم مش راضاه وساق معاه الجوقة بتاعت الطبالين والمرة اللي اسمها مريم دي دي براها يعني درما. ساق معاه درما مش اللي حمدتي. راضوه. الله طرده من بيته مش هو راضاه وساق حمدوك مش راضي حمدتي. قاعد معاه ولا ما قاعد معاه. انت بتخوف انت بتخوفني من شنو تاني يجي. البرهان رئيس المجلس العسكري انت قابله ثلاثة سنة. انت ثلاثة سنة قاعد معاه. ثلاثة سنة قاعد معاه. فيشنو حيحصل يعني. فيشنو العساكر ياتون اللي انت خايف منه. العساكر اللي انت خايف منه. العساكر اللي حيسوقوك يشنقوك. ده موضوع ما بخصني. انت مش كنت بتطلع تقول لي شراكتنا مع العسكر ضرورية. وقفوا اصوات التي تدعو للعداء. العساكر شرفاء. البرهان انحاز لينا. لو للدعم السريع كانت حقيقة العملات دي قال امنوما قال اما يجدي بتاعكم ده. ويجدي صالح وضل نتزلات التمكين. قال لو للدعم السريع انحاز. كانت هيئة العملات استولد على السلطة. كانت استولد عليكم انت يا بابي. سلطة الشنو حيات العاملات ما حاكم السودان. انت لما تطلع تجيب لي كشف. عين التضليل اللي بعمل فوق. قبل فترة كده لو لاحظتوا قالوا قبضوا خلية في الطايف. مش الدعم السريع. راجلهم استلم له خلية كده. قالوا دي خلية الرهابية. وراها منه. والله قال لك ده صلاح جوش. ممتاز. طيب يا اخي ما تجيبوا المحاكمة بتاعت الخلية. طبعا انتوا كلكم مزكرين الموضوع ده. ده لو اسبوعين او قل شهر. لما انقبضوا الخلية دي. قالوا لك ده لالامن الشعبي. انا طلعت وقلت كلمتين. قلت ليه الامن الشعبي. ما يمكن يكونوا الامن العادي. لا. هم قالوا الامن الشعبي عشان ما تجري تتعقب القصة. عشان ما نعرفهم ديل مينه. ما هو الان الدولة دي حارس جهاز الامن الواحد ده. كل الضباطة في جهاز الامن. الناس يشغالين. الكانوا مع البشير. ما بيتطرقوا للموضوع ده. اطلعوا يقول لك ده لالامن الشعبي. السلاحة جاي حق الامن الشعبي. الخلية اللي كان دار تقتل. الامن الشعبي. قام وجدي صالح ومعاه محمد الفكي. امعانا في التضليل. عملوا مؤتمر صحفي. قال لك احنا في يدنا اكبر واخطر ملف عن الامن الشعبي. وتكلموا عن كوادر ابي يسموها. شبكك الكادر واحد في اه بود مدني. والكادر اتنين امن شعبي في اه بقربك. طيب اقول لك حاجة يا مجدي. ويا لجنة زالة التنكين. ما قولكم في جهاز الامن الراسه عديل. اه. الامن الراسه عديل ده. خليك من الامن الشعبي. هنا عندهم مبنى جهاز الامن والمخابرات. بتقدر طلالين الملفات حقتهم. امن شعبي مين وبتخ مين يا شيخنا. انا قلت لك الدفاع الشعبي راسه عديل. معسكرات ومغرات وغيادة انتو بارقتوها وغبارقتو لي وحقه هنا الجديد. عشان تجي تخليك لي عدو وهمي اسمه الامن الشعبي. بدخلوا سلاح. قلنا لك السلاح الدخل بالمطار وين يا وجدي السلاح الدخل بالمطار. حق الامن الشعبي وينو. ما قلت صادرته السلاح سيده باعه حسي قاعد في محلاته. سلاح بتاع صيد. ميتين مسدس وبنادق صيد. ومناظر بتاع الصيد. فيها اجهزة ممكن تعدل هذه البنادق. عباس محمد المغال بتاعك ده انت ما اتزارت عليه. انت ما طلحت جيد قلت في ستاشر الف طبنجة. وينو نستاشر الف. انت قاعد لك اسبوعين عباس محمد. وينو ستاشر الف طبنجة. وينو. لكن انت بو تهيقوا في الميدان عشان احنا موت. انا الكلام ده ما حقبلوه. وما حيحصل. ما سوقوني يا زول. تيري كوز اي كوز? انا ما اتكلمت كتير. تيري كوز يا اخوان ولا ما كوز? انت اللي كنت قبل شو بتعملي في بس بوسة. قلت كوز ولا ما قلت? ات عزيزي قلت كوز? اي. عشان شنو? والله يا اخي عندنا لو صور كان مرشح لمنصب سيادي في البحر الاحمر. ايه رايك انه الحلو كان نائب والي جنوب كردفان. منصب دستوري راسه عديل. الحلو المناضل ده ايه راي امك فيه? فضل. الحلو ده كان نائب احمد هارون ذاته. يلا افتحوا ميتينكن يا جزم. اسمع برصدان عنده حق تركبكم من هنا ليه يوم الدين? احنا مع تيريك ده شفت بواحد واحد. كلكم. تيريك عنده مطالب تطلح تقول المطالب دي مستحقة ولا ما مستحقة? اما تقول ليه فلول يا ياسر عرمان يا جزمة? منه الفلول. منه الفلول يا بالسوك بين. اطلع قول الناس برصدان فلول عشان يجوكوا يوروكوا الفلول جد جد. اطلع قول الكلام ده? كل الصعاليك بتاع انكم شاكين انا فلول. تيريك فلول اي فلول? انا قلت لك فلول يا هزول. هل هو كوز عديل? اه اي كوز عديل. تاني في كلام? كوز. كامن شايل الليون صورة بتاع انتخابات لتيريك. خاطينا لك قال لك كان مرشح لمنصب فاز بيو. اها الحلو فاز. الحلو كان نائب رئيس. كان نائب والي. كان نائب الوالي. كان نائب احمد هارون. الحلو ده. الحلو ده حسي. عالقار ده كان نائب والي واشتغل في والي. عالقار الواحد ده في المجلس السيادي. المناضل الجسورة الذي لا غبار عليه ده. وايه رايك انه الحلو نطلعهم من الاتفاقية. الليلة دي قبل ساعات الوفد بتاع الحلو في جوبة طلع من المفاوضات. ما احنا قلنا في حرب اهلية جاية. الدولة دي عشان تسيطر على مليشيات لازم يكون الشعب ما واعي وما فاض وما فاهم. المعارك الجانبية اللي بدخلونا فيها حسي احنا ما هنخوش فيها. انا ما عندي لون زبا. شايف الفوضى والكلام الفارغ والحاجات الهم بيفتكروا انه رسائل اللي احنا عشان نخوش فيها جولة. انا حسي البطانة بتكلم معاك بقول لك البطانة يا اخي الناس قالوا نقفل الشوارع. نقفل الكبار وشرق النيل دي طلعت من يدكم. الجماهير الغاضبة دي يا سير عرمان محاصرك. عندك كم كوبري انت حتم شوين بعدين. ولعرفك شنو انه مطار الخرطوم دي يكون فاتح بعدين. كدخل الفصاحة وقلة الادب. اما بتعليج نتزات التمكين محمد الفاكل لا لا عمل له مؤتمر صحف. في دورة تدريبية لعناصر لجناتزات التمكين مع منظمة الامة المتحدة. واش دخلنا في الموضوع? منظمة الامة المتحدة اخوانا باعتراف وزيرة المالية. قالوا اخدوا زي مليار وستمية. هي قالت دفعوا لنا تمانين في المية من القروش حقها المانحين. طيب نقول لنا مليار وستمية من مليار وثمنمية. تمانين في المية. اقول مليار وستمية. شفتوها في معاشكم في واكلكم في شراب كل ابدا. هي اتدفعت في شكل شنو. فعلا اتدفعت. اتدفعت في كورسات وتدريبات ومنظمات شغالة بتحت وانتو كلكم ما جايبين خبر. حتى الوظائف والشركات اللي بتعد لخدمة مدنية اختاروا كوادر. ده كلها دفعت القروش. ده حقت المانحين. ايوه ايوه. وهل هتدفعوا انتم من قلوبكم بعدين من علاجكم وعلاج اولادكم. دي هتدفعوا الملاوة. هتسددوها. هتسددوها يا عزيز المستمع. خليك انت بس كده قاعد مركلس. خليك بيشوف. فمحمد الفكيه عاملين مع الامة المتحدة اه دورة تدريبية. اللي كوادر اه لجنة زادة التمكين. اللي هو هتكلموا في انه كيف نسترد الاموال الخارجية وخبراء اجانب. وكان يتكلم عنها في مؤتمره الاول. قبل اسبوع. اللهم صلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمدين وعلالي الصحب والسلم. طيب. هو جاب الخبر دي لعشان يعلموهم. طيب. احنا لينا ثلاثة سنة بنسمع انه الكيزان شايلين قروش وهاربين. وكذا انتو بتعرفوا المنظمات والخبر دي يا محمد الفكيه. جيب لينا القروش والتدريب احنا عافينو لك. نعم عافين ليك ونتدربوا زي ما ادربوا زومبا اتدربوا رقيس اتدربوا اي حاجة. تستاهل التدريب انت. انت تستاهل التدريب. لكن محمد الفكيه صرح تصريح اجيب. قال اليومين ديلة الفلول والكيزان بيعيقوا العمل الديمقراطي والتحول الديمقراطي. ولازم ندعمل معهم بحسن. طبعا هو انتو فهمتوا من الكلام ده لما انتقروا محمد الفكيه ما ما راجل. لو راجل ما كان يجعبه المنصب ده. منصب ده ما بيشتغل فيه راجل. مع الحكومة بتاعت القتلة دي ما بيشتغل راجل. فهو انت لما انتقروا هتتكتشف انه محمد الفكيه موجه رسالة ليصرف عديل. وكان بالغ كده قاسر. مصد مزمي لابو القاسم او سهير. لكنه ما بيقدر يوجه رسالة لي اترك. ياهو دا اترك ما رجل قفل الشارع ده ما فلول ولا اشاعات. انت تقولي اخي الذين يطلغون الاشاعات لتغويض الفترة. يا لا 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 اترك ما اعمل اشاعات. لو تلاتة يوم قاعد في الشارع قفل المينة الجنوبي وطلع المينة بتاع البترول. امشي تكلم معاه. انت مش رئيس دولة. لامي لك شوية جزم. وقاعد تطبل احنا سنستخدم حزم. ما في حزم يا بيبي. ياهو دا اكترك مش احزمه. ايه رأيك. دا اكترك مش احزمه. فلول. اكترك فلول. اصلا ما في زل غالطك. فلول وكوز ومؤتمر وطني. تاني في كلام دا اترك يلا مش احزمه. الناس بتكلموا ليك في فسادك وفساد الليجنة حقتك بدل تطلع تقول يا اخوان نحن نجري التحقيق. انت ليك اسبوع بتهدد في الصحفية سهير. وبتهدد في مزمي لابو القاسم. وطلعته غانوم منع. نشر في فساد شركة الزبيدة. ما خليهن انشره طيب. انت مش مادر تحاكمهن. ما شايت انها ديتهم في محكمة المعلوماتية. ما بتخجيل تقالوا منزلين صورة لأمك ولا اشنو. ازل دا منزل لك فساد بتاع ستمية تمنمية مليون دولار. تيجي تودي محكمة معلوماتية فيسبوك. ما بتخجل. ما بتخجل. طالح تقول ليهن نضرب بقوة والذين يعيقون التحول الديمغراطي. يا هي ديك المحكمة الجنائية وديك المحكمة وديك جنايات شرق النيل وديك الاوسط. بتعملوها للسور. ما بتخجل انت. شنو سنضرب. يا هودا كثيرك. انا معنا كلام كثير معك ما دار انه. احنا زاته فوضى مع صاليك زيك ما عندك. هو انا زاتي. انا. انا ما عندك زمن. اهودا حدي معاك هنا. سألتك في تحديين. التحدي الاول. قلت ليك انت قلت يا اخي الدعم السريع لا يمكن ان يعمل في التجارة. طلع الغانون اللي قلت بيهو كلامك ده. ما عندك غانون. بدلت اطلع الغانون او ترد على شركة زبيدة او تفتح الاعلام والتلفزيوية لشركة زبيدة. مشيت منحت النشر. وطلعت قلت علي احنا بتاعين اشاعات اي انا حديك اشاعة كبيرة اخوانا احفظاه مني دي اشاعة. سيد بيه ايش تقطع الحتة دي. تحب تقطع ومشكلتك متخلف. اسمع دي. في زول اسمه تيريك. طلع قفل الشارع في بورسودان. اشاعة يا اخوانا دي. يلا محمد الفاكي امشي اتاكد من مصدرها. وقفل الميناء. الميناء زاته قفلوا ليك يا بابي. والصادر قال ليك لها صادر لوارد يا بابي. وخدت شروطه. وقال يا اخي تحلوا الحكومة. انا متفق معه. انا دار الحكومة دي تتحلى. لا تمثلوني. ما حقعد اصبر على كتير. الحكومة دي تتحلى. ها? قال مسار الشارع لا يمثلوا. انا مسار الشارع لا يمثلوني. والحكومة تتحلى. وقال احل لجنة زالة التمكين. وانا قدت تتحلى لجنة زالة التمكين. قبل ما اترك يقوله. انا قدت تتحلى. وحتتحلى وحتحاسبه. ما حنخليك. ما حنخليك. اما الشويتين بتطلع وتفكّلين صعالي قاقديل. احنا عانوا كل ما تطلع لجنة ذات التمكين. طيب نجي للموضوع التاني عشان يا متآمرين نشوف نهايتكم شنو. ندخل صفحة اخونا عثمان مرغني. طبعا ما حنوصفه باي حاجة حتى نقرأ كاتب شنو. الموضوع بتاع عثمان مرغني مش نجيبه من جوجل. عليك الله اكتبي وانتي بتعملي في العشة اكتبي مبادرة تصفير السجون في السودان. اكتبي الانوان ده في جوجل. انا دار اوريك اللي بتآمر على الشعب السوداني. لانه هم طلعوا الليلة قالوا ليك شنو. اعينوا الاعلام وقف في موضوعات تسعة طويلة. اه كلهم يتحولوا مع تريك الفلول. يعني انت قصدك التسعة طويلة دي عامل التريك والمؤتمر الوطني والكي زان. اه او كي. اتوا معلمين. حلو. تعالوا نقرأ احنا نشوف الموضوع بدا من وين? الموضوع هنقدره خمس دقائق بس. متى اه مبادرة تصفير السجون في السودان أكتب أول عنوى ممكن تقرأه هو منقول من صحيفة عثمان مرغني التيار ونقله الانديميندينت يعني مصدرين قويات يعني عثمان مرغني قال الكلام قال طرحة صحيفة التيار مبادرة تصفير السجون في التاسع من سبتمبر أيلول 2019 للإفراج السجون السوداني وعبر عنها عثمان مرغني رئيس المبادرة ورئيس تحرير الصحيفة عبر المنصة التابعة لها معتبرا أن الزوجة التي يحبث زوجها والبنت والابن كلهم يدخلون زنزانة مفتوحة الأبواب والأسوار وقال عثمان مرغني بعد انتصار ثورة ديسمبر كانون الأول وردتنا في صحيفة التيار اتصالات من بعض النزلاء يربطون الأسباب التي أدت بهم إلى غياه بالسجن بسياسات النظام السابق طبعا إيزال كان بيهرب من مصيبة ولا حاجة بيقول يا أخي البشير ظلمني والبشير وأنا بقيت حرام عشان البشير فقاموا ضربوا لعثمان مرغني قالوا لي والله يا أخي أمركنا قاموا باسمان مرغني وتابعا المبادرة التقطها المدير العام للشرطة الفريق أول عادل بشائر واجتمع معنا في مكتبه وعلن تبنيها وضاف إليها السجناء خارج السودان ده ده عادل بشائر كمان مبدع قال كمان نفيك المساجين البر السودان إيه اللي بدأ ده مبدع يتفضل كما كلف إدارة السجن دراسة ملفاتنا موقفين وفي كل البلاد واستغرغ الأمر حوالي خمسة أشهر ثم رفعوا تغريرا مفصلا عن كل السجن وبعد ذلك تواصلنا مع عائشة موسى عضو مجلس السيادة ليه؟ لأن الأمر كان يتطلب عفو رئاسي ممتاز ووافقت على تبني الأمر وبعد فترة صدر العفو الرئاسي محددا بأسماء معينة من طريق النائب العام وذهبوا واحتفلوا بذلك في سجن الهدى ثم تجاهلنا تماما لحظة الاحتفال ولم توجه إلينا دعوة من المشاركة طبعا هو لأنه ود شيطان هو كتب تفاصيل الموضوع ده وما عارف انه بحنجي اليوم الحنقرة احنا قلنا دارين نعرف تسعة طويلة مصدرة منه المصدر بتاع تسعة طويلة بعد الثورة الشعب السوداني كان فينا الشالين معروفين خمسة ستة نشالين بتاعين الحافلة الكيوت دي لك اللي بيجي بيختف دخل يده في جيبك بيشيل التلفوان اتحولت القصة بعد الثورة إلى عملية منظمة البسرق دي المحتاجين زول يدربهم يقودهم السودان ما كان فيه بلطجية والثورات بتجهض بالبلطجية البلطجية ديل كانوا في السجون السجنون النظام البائد ما فكاهن البشير ركز هناك اتمركز اتفاهم انا بقول في شنو لما نجي نقول الفلولورة تسعة طويلة يبقى تسعة طويلة البشير فكاهن قبل ما يزغط زي العملية اللي كان عملها محمد حسن مبارك فتح السجون قبل ما يقع وبعدين وقع البشير ما عمل الحاجة دي عمل ابنه عملها عثمان مرغني عادل بشير النائب العام ماما عشا ماما عشا ركبوها ركبت انا ما شغلتي كانت مسؤولة دولة ورئيسة السودان استغلوا ضعفها في السياسة فهم انا ما عندي معاه شغلها دقسوها جابوا لاحق حلت انا ما تسألني ماما عشا وقعت لانه العفو الرئاسي اصدرته ماما عشا عثمان مرغني شرح هو في النهاية في المغالز علان قالنا ما نفكونوا عملوا احتفال ما ضربوا نادوني انت طبعا ابد تمشي براك عشان ما توسق صورك في لحظة الاطلاق عشان ما نجي نعرسك الليلة ما نلقلك صورة انت وقت حرام انا عارفك انت مجرم يا عثمان مرغني لا تفعل اي شي ساي انت الابد تمشي تغطي الاحتفال ولا ابد تصهر فيه عشان ما توسق الصور ليه توسق الصور لانه عثمان مرغني في صفحة وكتب شنو نخش نقرأ صفحة ده عثمان مرغني سريع ما احنا دارين نحسم الفلول دي ذات نشوف عشان ما تقودت في الكوافين انا ساي وابتاع عثمان زفت الطين مرغني وين زفت الصفحة دي الله ما صلو وسلم وارك سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم اه عثمان مرغني عثمان مرغني اكتب صفحة يا عزيزي المستمع اكتب او اس ام اي ان مرغني ام اي ار جي اتش اي ان اي اخذت صورة الشيء القضامين اه 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 انا اوريك انه انتو قدتو موضوع تزعة طويلة اليومين دل بيقوا ما بتتكلموا عنه لانه الفلول كلهم مشورة بتيريك لا اوريك اللي كان بغود الحراك وبغود الكلام منوعة تزعة طويلة وسكت الناس بتين وحرقهم بتين اركز معي اخونا عثمان مرغني عليه العنط الله يوم اربعتاشر تسعة كتب طفح الكي جريمة جديدة الخرطون كانت نائمة هادئة وارفة الناس كانوا عادين والناس الجاي من حفلة والجاي من كده صحينا فجأة في بوستخ مخيف عدد الشير حقه عامل خمسمائة اتنين وعشرين طبعا خمسمائة اتنين وعشرين شير لو عثمان مرغني درغم وياسي عامل اتنين الف كومنت عامل اتنين الف مية لايك كده على متحوزن ديك خدت الصورة بتاعت الشهيد مازن قال طفح الكيل جريمة جديدة مازن الجيل اتنين وعشرين سنة طالب كليت القصاد السنة الثالثة يعمل سائغ ركشة ليلا ليتدبر مصرفاته ومعاش أسرته أمس حوالي التاسعة مساء تحرك من المؤسسة بحري مشوار إلى شنبات الأراضي فاختفى عن الشاشات عثرت عليه أسرته نهار اليوم مقطعا أجزاء وملقيا جوار منطقة العزبة بحري وسرقة الركشة وورية سرقة بلغليل طبعا الكتابة بتاعة عثمان مرغني مقفلة الجنبات ما دار زولي القلفة رقا الفتكة الأربعة ألف وميتين سيين الأربعة ألف وميتين وسبعتاشر سيين من معتادية الإجرام من السجون منه يا عثمان مرغني لما انت تيجي تكتب لي طفح الكيل هو دي ما نتاج الحاجة اللي انت عملتها لكن انت ما عملتها لأن الحكومة كانت بتستجيب لك الحكومة استجابت لي يا عثمان مرغني ومبادرته لأنه عثمان مرغني عنده كلمة في البلد دي أيوة عثمان ده أيوة 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 عثمان مرغني الربيب السفارات الأجنبية والسفرة ده بيلاقي سفرة البرهان ما بيلاقي حميتي ما بيلاقي حمدوغ ذاته ما بيلاقي وبتصور معان والله أنا يهمني شنو انك مش عملت لي لغاء مع سفيره دخلت له كيف أصلم عثمان مرغني هنا كتب طفح الكيل هو الحرك المساردة هو الورى الموضوع القادة بتاعين تسعة طويلة ده المدربين بالمناسبة مدربين كلهم فيهم الناس جايين من حتاته بيعرفون ياسر عرمان وأردول ده موضوع تاني ما وقته لكن القادة اللي طلعوا يدربوا الشباب ديلي وبيقوا بالآلاف وعصابات وعرفوا يسرقوا بتين ويعرفوا يسرقوا من وين ويعرفوا يسرقوا الساعة كموا يتلقوا في أتو بيت ويجروا كيف ويغطيهم ياتوا عسكري حسي تسعة طويلة ده قاعد يتقبط أي زوجة اللي تقبط ده ما تسعة طويلة نعم ده النشالة الكيود بتاع زمان ده ما هو لو تسعة طويلة بيقطع يدك مدرب كده ما قاعدين تسمعوا يقول لك كتلوا في تلفون بتكتب زوجة في تلفون وحقه أبي أديك يا أخي ما تجري لا له ما بجري بيشيل التلفون وبيقتلك وبيطلع الشريحة بيجدع لك في وشك وتسعة وخمسين نفر بيكونوا شايفين عثمان مرغني وعشة وعاد البشاير ووزيرة الداخلية والنائبة العام أنا بتتهمهم كلهم ديلا الورد تسعة طويلة وأي زوجة عنده رد على كلامي طلع مستند فضل عندك مستند أنا بتتهم عثمان مرغني وماما عشة والنائبة العام ومدير عام الشرطة ومدير السجون إنه الورد للموضوع ده في جهات محركاهم طبعا في جهات محركاهم ماما عشة دي الأجندة حقيتها شنو يعني كلمة أجندة هي ده وفهمتها الحمد لله ما عارف أجندة لأنهم بحركوها ما معاشا أنا سألتها قلت لا بس أجاب ليك الموضوع المقترح ده عثمان مرغني عنده باور على رئيسة مجلس سيادة يقول لا أمشي فيك السجون ما معاشا قبل لما أطلغت النازل بخمسة شور كانت ماشت السجن بتاع كوبر تحت ضغط اللي جعل المقاومة والناشطين قلنا ليه أمشي شوف لينها عمر البشير قاعد في السجن ولا ما في الصور قاعدة وخوش جوجل حسي بتلقاها خشت سجن كوبر ووقفت في المكتب بتاع المدير بتاع السجن الصورت مع الضباط وطلعت وقالت تصريح خطير قالت ما نعوني أشوف عمر البشير نعم ما نعوني أشوف عمر البشير وهي عندها الباور تطلع 4217 معتاد إجرام من السجون ويقول الآن يتباك ويقول لك طفح الكيل ما طفح الكيل انت ويرى المؤامرة دي عشان تانا ما تطلعت الصالق ولينا واسمان مران انت بتاع مخابرات وستين مرق والتلك انت بتاع مخابرات وانت هتموت بتاع مخابرات وربنا سحوات علىها هيكشفك زي الكتار اركشفهم النقطة عارب انتهى 9 طويلة انتهينا منها عملوها في لول طلعوا من السجن منه بس طلعتوني انتوا عايزكم تنساهي موضوع دا ما تفتحوا الرد بتاع الفعل حقتنا على 9 طويلة عملنا 10 طويلة احنا اي زول بتاع 9 طويلة ما حنقدمه وحاكم بنحاكمه في الشارع وبنوديه القسم بنعملهه جراءات التشريح وبيننتظره بره بيبوكسي وبيندفنه وصلا ما بينصلي عليه دا النظام بتاع عشرة طويلة حقنا التاني ما في حاس ماتزعة طويلة احنا هنواجه المحاولة حقتكم دي ونحسمه تيريك دا في لول هو الكوز ذاته هو البشير هو الجن هو دا قافل الشارع دا انه تحلوا المشكلة مشلوم هناك التصريحات اللي بتقول فايا سرعريان نواب تنفع دخلت ليه القصر بتاع حمدوك وبدت تتكلم ليه عن اللاشي ورأيته اللابس اللاشي جايت اطلع ليه تقول ليه يا اخي ما جر جلدك مثل الجماهير انت كنت قاعد واكتجر بتاع الجماهير انت كنت قاعد لما البشير كان كتل الدكتور بابيكير وكتل الشهيدة سار وكتل هزاع انت كنت قاعد انت شوف تجر وين انت كنت قاعد لما انكتلت ودعكر ودعكر دا مات في حكومتكم عشان ما تطلع يا حمدوك في مقر الدعم السريح تقول ليه حمدتي باسم شهداء ديسمبر ياتون اللي قاعدين في التلاجة في الشارع مجدوعين ولا ياتون ولا في البحر لحد داس احنا ما عارفين واحد وعشرين مفجود حتى الان اتقاصد ياتون شو هده يا حمدوك بتتكلم عن ياتون قل لك حمدوك ينطفض انطفض ديال يمونة يا بابي بvocنا فضلاه فانيلت الداخليا حمدوك شنوه انطفض ولو انطفض انطفض عالمنو احنا الثورة ما حمدوك إحنا السورة يا سرعرمان ما أنت إحنا السورة يا خالي السلك ما أنت حس أنت كلك مقفر الشعب السوداني ومطلعنا كلنا فلول إحنا فلول يا سرعرمان إحنا فلول يا خالي السلك إحنا فلول الواقفين في الفرن ديالي شنو؟ الواقف حس فيه مستشفى ما لقي علاج ودوى سرطان أطفال السرطان دواهم مناتوا جبت الكلام دي من بيتنا أنا جبته من صفحاتكم هو هو ادخل لي عليك صفحة الود امين مكي. امين. امين ناصر مكي. عمل صورة معدلة بتجلابية بتاتو. اه ساة تساة اه لا. دقيقة. والله يا امين عندك حاجات جميلة اقراها. طيب. قبل تساعة ساعات امين كاتب هاشتاك كاتب امين ناصر مكي خشوا صفحته. امين ده اخوان الودة اللي عنده صلعة وديجين العينوهو الماسكة الدعوماد تاعة وزارة الصحة اللي بتجي والهيبات اللي بتجي من العالم. امين الصالو قاتل جنال بيطبي الله حماتي ده. وحمدوك. قالوا له بقوهو الماسكة منصب كبير في وزارة الصحة. امين اشتغل في وزارة الصحة اربع يوم رسلهو مصر يجيب دواء. لبع القروش او ما لبعه احنا ما عارف فيه. الزول قلب طبعا قاموا نفضوه. اتحرك. امين ده نموذ اللي الناس اللي بتتحرك. زيه زي الكتار اللي لسي شفتوهم. امين ده منزل حسي بوس قاتب يعني ما في زول ما عارف. الزول اللي بيفضل اللي احتصمات منو. اتوسمنا خير وقعدنا في جحر. الافاعي السامة مجزرة الغيادة العامة. اتذكر الحاجة دي. دوبوا اتذكر ده رجع للشارع. امين عامل شنو هاك. اتفضل. بدأ يطلع لهم في حاجاتهم. كاتب الجدير بالذكر انه في وكي الوزارة ترقى ستة ترجات في اسبوع واحد. ات يا ويا جزمة. ما جابوك من الشارع طبال في مكتب مع الناس. بيطروا بيبقوك في منصب. ابوك ذاته ما بيحلم به. ابوك اتجابك ما بيحلم به. حسي بقيت تتكلم في ما خلاص اترم اتهم مسخم معاك الحريقة من مكي. وبتكتف في قضايا مهمة ومعلومات مهمة. ما في زال معبرة. حسي هو كاتب. 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 كاتب عن. كاتب عن وزارة الصحة. مصادر بالصحة حتى الكتابة هذه السطور لم يتم دفع اموال الاستعداد للخريف في عشرين واحدة وعشرين. ده ملف مهم جدا لكن. لكن امين انت ما سقطت في نظر الناس. هو امين ده من جوة جوة شوف بيكتب حاجات زي كأنه تفتكر وصرف عديل. اها. لو يلات الجزيرة مع اجتياح السيول والفيضانات. ما يحدث في الادارة العامة للطوارئ الاتحادية. وزارة الصحة الاتحادية ينذر بخريف كارثي. بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وجريمة استد العلم حاسب. ايه حاسبوا مني يا بيبي. هو حمدوك ما حاسبوه هو وزير الصحة ما حاسبوه لما نعينك يا طبال. يا جزمة. لما كنت بتطلع تتكلم في 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 الدوة متوفر وجائين من مصر وجائين. الوقت داك الناس كان بتموت. لما بتقول لنا اكرم وحاجمينه الفلول. اكرم ما كتل تمانية الف نفر في اليوم قفل المستشفىات حالبناء الفلول ذاته. ما قدر ابنلو مركز صحي لحد ما ترفض اكرم. جيبوا المحكمة يتحاسب يتما دارت يجيب. وحاسي بيج كنت اخد علامة نار. النار ماشي يا بيبي. عين هنا اخر بيجي يتكلم مع المؤسس. ارجع كتابات امين. امين كان بيكتب المؤسس حمدوك. حمدوك ورد تأسيس صاحبك. عينه بيجي يتكلم مع المؤسس كيف. شوف قلة الادب. انا ما زعلان على حاج يا اخوان. انا ما زعلان على طريقته بخاطب. بقى المؤسس. والله منشوفك اخسم بالله العظيم يا امين تدخلك في في بلاع. كاتب له كده. اصبر عليهم لسه يا حمدوك. حمدوك حاف. يتكاله ابوك. يتكاله ابوك. يتكاله ابوك ناصر مكي حاف. ده حمدوك المؤسس ما قاعد دينا يتكاله الجزمة التاني بتاع المؤسس. اطبق فيك هنا النظرية بيجي تقول له حمدوك. قل ليه اصبر عليهم يا حمدوك. لحد ما تفضليهم في الصحة دي. اليافطة بس. لا لا خلاص يا. ابن سينا. لا خلاص يا رفدوها. اربع يوم تسريق لك جروش. بتاعة ملح. وزعلان هما معها كما وكتما لك. بذكورك. وماذا لا حكموك لانا حتتجرج وتتفضح. بس اتمها لك يا ظل. عين. عين هنا عين. السيدة وكيلة وزارة الصحة المكلفة وجهت بشراء عقار تخدير من مصر. وبمكاتبات وخطابات رسمية منها شخصيا. ومن مدير المكتب التنفيذة. الكلام ده خطير. بيكتبوا في صفحة ومفزوا المعبرو. لانه تحرق. بجمع مصدر. خلاص يا بي. بحرقوك. انت ومستنداتك. عارفينك حتمرك مستندات حقيقية. لكن انت في النسبة للناس تحركت. انت محرامي. عين قال شنو. وجهت بشراء عقار تخدير. ده كلام خطير جدا جدا. اسمع. من مصر. وبمكاتبات وخطابات رسمية منها شخصيا. ومن مدير مكتبها التنفيذي للوزارة الخارجية. وبعد ما الدواء وصل. رفضت تدفع القروش. ووقفتنا عن العمل. وحولتنا لتحقيق ليه اربع شهور. وما عايزت طلع نتيجة التحقيق لحد هسي. لانها اثبتت ان الحاج دي تمت بيه تعليمات منها. وحجست الدواء في مخازن الامدادات الطبية. في حين انه في ناس ماتت. بسبب عدم توفر الدواء ده. نحن لو في بلد محترم. مفروض تتحاكم. تتحاكم امك يا ابي ابي. يود ما تقومش في لك شغلة. عانا. ده بقول فيه مستندات ومعلومات خطيرة بتطير وزارة الصحة كلها برا. سمعتوا بقى قبل كده. كاتبة من يوم. اربع تاشر في صفحة. كاتبة من يوم اربع تاشر وما في زل عبرة. لانه اتحركتها امين. ده نموز للناس اللي بتتحرك. والمصادر اللي بحرقها هي ومستندة. ده حكومة بتاع الشيطان. ما بتقدر تواجه هزيح. خليني احنا مواصلين معاهم. خليني احنا محروسين بياسيني ان شاء الله. الشغل ده بنقدر له. الماشين في الشغل الطبي. ادخل معي. قريت خبر عجيب كده. وقلت اجا شاوركم فيه اخواني. واخواتي السودانيات. كلام انا حقوله ده خطير لانه الردة الفعل حقه تحتكون كبيرة يعني. وتأثيره شديد. فركزوا فيه. اللهم صلى وسلم وبارك عسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب. لقيت خبر في موقع اسمه يقين. يقين لا. هو موقع رسمي. هو بتاع كيزان. هو بتاع قحات. انا والله ما عارف. لكن لقيت خبر بيقول. رسميا تسليم مبنى جمعية القرآن الكريم لوزارة النوع. هل في وزارة اسمه النوع؟. البعرف ان حمدوق عين مستشارة النوع. هل في مستشارية اسمه مستشارية النوع. يعني بعمل له مكتب وادارة. انا ما عارف. انا بس قريت. لوزارة النوع. طيب. الخرطوم شبكة يقين الاخبارية. كلام ده خطير يا اخواننا. سرح وزير الشؤون الدينية. ما صرحه. سرحه. سرحه يعني جا قلنا نطلعوا بره. سرحه. تخارجه. سرحه وزير شؤون الدينية والاوقاف العاملين بالامانة العامة لجمعية القرآن الكريم بالخرطوم بالرياض. وقال احد العاملين المسرحين لشبكة يقين الاخبارية. الوزير طلب مني قبل ان يمشون ان افتح الطابق الارض لمجموعة سيتاو. بين ستة وعشرين قوس. انا ما عارف سيتاو دي شنو. انا طبعا حوجه ازئلة للسيد وزير الصحة وحمدوق والاعلامين. دار عارف سيتاو دي شنو. ويكون مقرا لها. وبالفعل في اليوم المحدد اتى رجل ومعه سيدة ترتدي بدلة وشعرها مقصوص مثل الرجل. الله يسترمت كونينة الفراس. والله العظيم ان سيدي الاخوانة يعني افسد زولة كانت زولة ثورية جد جد. لكنها حتكون هنا عارف. قال معه راجل ومرأة قص شعرها. اخذتهم الى المكان الذي حدده الوزير. ففتحت لهم الابواب والاضاء والتكييف. فقالت لي المرأة نحن جمعية قوس قزح. كلك هنا قوس قزح يتفضل. نعم. ماذا يعني قوس قزح. انا ما عارف. قالت لي ونحن جمعية قوس قزح. وسيكون هذا المكان مقرا لنا وسنأتي غدم. فقال لهم. فقلت لهم ان شاء الله. هو زول جمعية قوس قزح. ومرأة قص شعرها. وجاء مبنى بتاع جمعية قرآن الكريم. وقالت لك احنا حنجي نستلم المبنى بكرة. حضرتها تقول لا تجو بكرة ان شاء الله. يعني انت دار الله ان شاء المسألة دي. طيب واصل. فقال وتابع بعدها اتى الوزير وطلب مننا المغادرة الى حين. واكد لنا اننا في وظائفنا وسنسهب حتى يتم الاتصال بنا وحتى الان لم يتصل بنا. طبعا ما حيتصل بك. من جانبها اكد مؤسس جمعية القرآن الكريم ورئيسها الاستاذ حسن رزق ان الجمعية تقوم على الدعم وهي شراكة بين اطياف العمل السياسي في مجلس امناءها يضم رئيس هيئة شؤون الانصار عبد المحمود ابو. اساد الانصار اقفوا على حيالكم. اقف اقف حربة تقديق اقفها اي. والاتحاد عبد الحكم طيفور يا ناس الختمية يا ناس حفيظ الرصائح السلم اقفوا على حيالكم. وليست لها علاقة بالانغاز لجهد انها اسست في عهد الصادق المهدي بفكرة مني وكل املاكها وقف وكل من ليم يخص الجمعية مثبت بالاوراق والمستندات البقية في تحقيق من شر ودن. السيد وزير الاوقاف حسب التصريحات القاعدة هنا دي مشى المبنى بتاع جمعية القرآن الكريم. جمعية القرآن الكريم هي جمعية اهلية او يعني ما حكومية يعني ما عندها علاقة بالكيزان. قام مر الصادر املاك منه الصادر املاك الرشيد مركوب ومعاه محمد الفكي ومعاه انطهى عثمان في المؤتمر بتاع شهر ستة يوم سبعة الفين وعشرين. ارجعوا بتلقوا التاريخ انا حافظوا. اللي صادر فيه جامعة افريغية وزاعة القرآن الكريم والوقف فيه حتى زاعة القرآن الكريم. الكلام ده انا هو موسق هنا حنقره. طيب اه اخوش اكتب ليه عليك الله بارك الله فيك اكتب ليه اه جمعية القرآن الكريم. عشان نعرف هه الكلام ده صحيح ولا? جامعية القرآن الكريم السودان حس هنقرأ سريع. حتى نقرأ تأسيسه حاجاته. طيب جمعية القرآن الكريم الصفحة الرسمية. فيها اه 28 1598 جمعية القرآن الكريم عندها فيديوهات تويتر تتعرف على جمعية القرآن الكريم ومشروعاتها حلقات التعليم نقرأ الموضوع ده تنشوف هي بتعمل فيش ناصل تعريب على جمعية القرآن الكريم ومشروعاتها خشيت وشفتوها أخواننا سريع جمعية القرآن الكريم جمعية طوعية مستغلة عقد اجتماعها التأسيسي في عام 1988 يعني غير خاضعة لغانون إزالة التمكين قالوا الجمعية دي عندها مناجم دهب غير خاضعة لغانون إزالة التمكين بغض النظر عن أي حاجة بسم الله الرحمن الرحيم غير خاضعة لغانون إزالة التمكين أول حاجة طلع محمد الفكي وطلع الرشيد مركوب قالوا كلام ما قدروا يثبتوا فيه حاجة لحد الآن طيب وابتمل تسجيلها لدى الوزارة الشؤون الدينية 89 تخصصت في خدمة كتاب الله أقامة البرامج والمناشطة المتصلة لتحقيق الهدف خيركم حلقات التعليم القرآن بالتلقين التي تقام في 7352 مسجد طبعا دي كده قفلت حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي بلغت 5495 حلقة وينتظم فيها 181 790 دارس وانتو ما عارفين طبعا حلقات تحفيظ القرآن طيب مجموعة الفرقان الإزعيوة تغطى أرجاء السودان عبر موجة 102 والتي تبس المصحف والتي تبس القرآن مرتل بالرواية المختلفة 99 توفير المصحف الشريف عبر حملة سيدنا عثمان وفروا 3 مليون مصحف جائزة الخرطومة الدولية للقرآن الكريم والتي اكتملت منها 9 دورات وشارك في دورتها الأخيرة 308105 حافظ غرآن في السودان و50 دولة من العالم ما شاء الله تبارك الله قام معانا في إسارة الفتنة وشراكة بين الناس قام وزير الأوقاف ومعاه حمدوك ومعاه الرشيد مركوب ومعاه ذيل مش يختاروا من مباني السودان دي كلها المبنى بتاع القرآن الكريم تابع للمؤتمر الوطني تابع للكيزان تابع لالجين ده ما موضوعي المبنى ده ما بره ليفضل مكتفة القرآن الكريم يعني ده حقنا حسي الأقباط والناس اللا دينين بتقبلوا حاجة زي دي حل بتقبلوا حسي دين الحكومة بكرة مجتمع ميم انتو عارفين مجتمع ميم يعني شنو عارفين قوس قزح دي يعني شنو انا ما عارف ولا دار اقول كلام انا من المقالة الموجودة دير وزارة الاوقاف تطلع ترود عليه دير حمدوك تطلع يرود عليه شنو يعني قوس قزح انا ما عارف جاءت المرقة تلاقيه ان احنا ناس قوس قزح وحنجي نستلم المبنى بكرة طيب هتستلم المبنى كله قال لا هنستلم الطابق التحد ليه ما تستلم المبنى كله اعملوا مرقص اعملوا بار ما اني معاك مشكلة ليه تخلي اليافطة بتاعت القرآن الكريم واليافطة بتاعت مجتمع ميم وقوس قزح والمتحولين وبتاعت الجندر دي في الطابق التحد عشان الشيخ الحافظ للقرآن والبيت القصة شعار زي الراجل ايجوا داخلين بالباب الواحد فيه اهانة لديين قبل وصلت مرحلة زي دي الفكرة شنية صرف الفكرة انه يسيروا الفتنة الدينية طيب وبعدين احصل تفجير احنا حنقود الحاجة دي اه احنا حنقع انا ببلع الطعم الحاجة دي ما حتحصل اسمع العربي ده بقولولك لا فاضل الانصار ولا حزبهمة ولا فاضل الحكومة ولا فاضل الشعر كلكم التزاتهم يا فاضل اللهم اني خصيمكم يوم الغيامة كلكم اللي بتسمعوا ديه وكل المسلمين اللي في السودان احنا عندنا جمعية عندها مبنى واحد حق غرآن بتطبع مصحف اطلع الرشيد يوصفها بيننا حقة حرامية وحقة قالوا له اثبت قال عندهم عندهم مناجم بتع الدهب لا الان ما اثبت فيها واحد اسمع اسمع العربي ده الكلام ده واضح هو ده مخطط على اساس انه اثارة الفتنة الدينية انا حبلع المخطط ده اليافط بتاعاتهم ما بتتدقى في المبنى ده اتا يا وزير الاقاف واتا يا حمدوك ما تديهم مكتب ناسمين قال لك بمفتش حسي لمقر لجمعية القرآن الكريم نشوف لهم مكتب كده الجمعية دي انشأت بخيرين وناس حفظت القرآن والفيها كلهم في مجلس ادارة ما سياسيين والفيها ذاته من احزاب مختلفة مع مؤتمر وطني لكن اهانة للقرآن ولا للدين يجيبوا لينا يخي ما يجيبوا المنظمة بتاعت يخي يجيبوا لينا حزب البحث ذاته جيبوا حزب البحث ودي الطابق التحت يجيبوا لك مجتمع ميم عشان يدخلوا الاثنين في المبنى الواحد ده الشيخ الحاول وما طردوا من المبنى هو ما صادروا هو قال لونا برجع بيشوف موضوعكم بعدين المبنى ده بالورق الواطدي مديها لهم وزارة الرعاية والمبنى إذ بنى بيقروش حق منظمة جمعية القرآن الكريم المبنى ده ما حق وزارة الأوقاف تأول الأملاك لوزارة الأوقاف ما تأول لوزارة الأوقاف وأنا لا أسق في حكومة حمدوق ولا أسق في وزير الأوقاف ولا أسق في الحكومة ولا البرهان ذاته ولا حميدتي راعدين ألسه الإسبوع الفاته مش طردوك من جامح حردان يعني انت دار شنو يا حميدتي عشان تتحرك شابك نحن جينا ونحمل الإسلام محمدتي راجل كم مرة الإسلام ده إتهان حس وصلت القرآن ومش في القرآن لا اختاروا مجتمع ميم اختاروا مجتمع ميم قوس قوس حتى بتحرض الناس إذا الناس ما تحرضت حسي وما الناس ما طلعت للحاجة دي عليكم السلام بس لا جنة بتخشوا لا الدنيا بتتنعموا دار تمشي تلاقي الله تقول له شنو بعد الكلام ده فضل عزيز المواطن يا بتاع السلمية يا بتاع التعايش السلمي يا خمجتمع ميم ما تدوهم في روتانا السنة كلها يترقصوا في روتانا والسنة كلها صعلقوا في روتانا ولما نيجوا يشتغلوا بالنهار تجيبون لنا في مقر جمعية القرآن الكريم واخصم بالله العظيم وجلال الله وعزة المعبودة الحاجة دي ما حتحصل ولا تفكر فا انت أحمدوك ولا تصعالك معك ولا كل المنظمات اليهودية الرعياكم دي الكلام ده ما بحصل ماهود الحارب دارينا بنجيبها طوالي البلد حتخش فيه فتنة تخش فيه فتنة تخش فيه فتنة يا هيدو مش الفتنة الفتنة هي بقت انه نحن نجيب مع حمدوك ضد البرهان ولا حميتيه اخصم بالله دي الفتنة احنا خشلنا يا ظل تفرتقوا أنا فرتقة تقوم على شنو تاني تقوم على شنو تاني الكلام ده ما حيحصل واسمع العربي ده واضح والناس الورى الموضوع ده حيكونوا في خانة استهداف الشعب السوداني في حياتهم عشان يقولوا انه هو رعايته للحرية وللتسامي وللتساوي في الدولة واستهددفه الجماعات الإرهابية يسمي الشعب السوداني كل إرهابي حتى الأخوان الأقباط ما عندهم جمعية الكتاب المقدس امشي هناك وقل لهم دائر اوضة اعمل فيها الامين يلا امشي عشان تعرف انه المسلمين والمسيحيين متفقين على قيم في المجتمع البنسبوها للمسيحيين يقول لك المسيحيين احنا حنسمح لهم باستيراد الخمر الانجيل ما فيه حاج يسمي استيراد خمر المسيح ما قال للناس اسكروا انتو بتوصفوا الدين المسيحي كمبرر عشان تدخلوا المسيحيين ما عندهم كلام ذي الكنيسة ما عندها كلام ذي ولا بتقبل بل بتعمل فيه احنا والمسيحيين متفقين على قيم وادارة المجتمع بالأخلاق احنا متفقين ولا عارضون ولا عارضناهم لكن لانه انتو بتتحججوا بالحاجة دي انا اتحداكم تثبيتوها حسي دي جمعية الكتاب المقدس امشي يا عبدالباري امشي ولا مفرح امشي بكرة قول ليه اندارين مكتب نعملوا ليمين امشي كام الراجل دارت اشيله الجمعية بتاعة القرآن الكريم دي دارت اشيله اوكي بس امشي جمعية الكتاب المقدس وقول ليه اندار وبعدين شيله هو طبعا في كل الاحوال ما حدشيله الحرب اذا واضح اذا نحرك ليك الشعب السوداني نحرك ليك جموع المسلمين نحرك ليك كله بتحرك الحاجة دي ما حق تحصل ولا حنخش معاك في محاكم ولا حنخش معاك في كلام فارغ اتزول الحيدق اليافطة دي اللي شيل شيلته وانت حتحكم بنهاية الحاجة اللي حتقعد فيه انتهى العربي مش في الرياض ولا في المبنى بس لا حتنهي وجود الحاجة دي في السودان حس انتوا عايشين واخدين راحتكم في امان الله سألناكم دقين لواحد فيكم مصحف في رقبته جينا قلنا لك ده حلال وحرام مش بتعمل فيه ده سألناك بتخش علينا ما لك يا زول بتخش علينا ما لك في عقيدتنا وفي ديننا انتهى مش قلت حريات بتصل المرحلة دي انا قلت الموضوع ده سامعه قبل اسبوعين وقريت الخبر ده في غنات الجزيرة ودي الصورة حقته اقرأ ليك قبل فترة انا قريت وقلت يا اخي احنا ما نستعجل انه شوف نهايته طبعا ده المخطط اللي احنا عارفينه بما انه مخطط وانه دارسه وقل بلد لي فتنة يا صرف وانت تتعامل معهم بحكم انا ما عندي حكمة ولا بتعامل والفتنة سأخش فيه مش الفتنة دي دارت أخش اه بخش فيه اصلا اصلا ما فتنين ثلاثة الموضوع ده لا بتتم ولا حيحصل باي طريقة احنا حنوقف وحنوقف اسمع قال شنو مستشارة حمدوك للنوع الاجتماعي توجيه حكومي بأيلولة مقر جمعية القرآن الكريم لمجتمع الميم اقسم بالله العظيم الكلام ده ما يحصل اقسم بجلال الله وعزة المعبودة الكلام ده ما حق يحصل الكلام ده واضح احنا مسلمين ازول انا مسلم انا ما عندي ما عاكون شغالة انا ما عندي شغالة بزول انا المسلم ده اعتز وانحازل الاسلام واضح في الموضوع ده وما في زول في الدنيا دي ماش بدون اجندة انا اجندتي لا اله الا الله محمد الرسول الله دي الاجندة حقتي اه الواطة دي خالي قال الله الحدود دي عملها سايكس بيكو ما عملته انت العالم ده زاته خدته زول مرة طلعت الصباح خياتته انا عندي لا اله الا الله محمد الرسول الله دي طاب يا زول الموضوع ده ما حيحصل ايزا هانتو دارين تسوقوا البلد للمنعطف بنمشي معاك المنعطف دارين تفرتقوها بحجة انه تدخلوا للناس في دينهم وعقيدتهم وتفتنهم بننفت معاكم محل ما دارين تمشوا بنمشي معاكم اصلوا ما في اتنين ثلاثة ولا تدعوا لينا حسي من السودان ده كل ما لقيت للمبنى بتاع جمعية القرآن الكريم تجف فيهم الناس الربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم دنيا واخرة وجنة ولعانوا ونطردوا من رحمته وقلب عليهم والمؤتفكة المؤتفكة اهوى انتعارف شنو يعني المؤتفكة اهوى يعني جا سيدنا جبريل شالم من الواطة والدام فوق سمعوا الملائكة الصياحة دياك حقتهم اديكة وجابونا الواطة اسمها المؤتفكة غير القرآن الواضح القرآن الواضح في كل حتة بتلقاها المؤتفكة ديل انت جاي انت خدت الفوق البطبع المصحف والتحت اللعننا المصحف في مبنى واحد دي ما حصلت في الكوكب ولا حنكون نموذج بشكر يعني ايزو الفكر في الحاجة دي بشو شكرا لك مبدع لك ما حتحصل ما حتحصل المقترحات بيت حامدوك نعم بيت حامدوك امشوا مجتمع ميم داك الميمة الكبير ذاته داك سيد الميمة جاب ليكم مستشارة يشاوره في انه يدعمل معاكم كيف مع انه هو سيدكم امشوا لو بيته هناك اعملوا مجتمعكم دا اعملوا جمعياتكم شوف المبنى دا يرجع جمعية القرآن الكريم بالرجالة بالغانون بالسبعة وزمتها حيرجع والمصحف دا حيطبع شيلوا صادروا المطابع دي انا من اللايف دا بدوك شير بعمل ستة مطابع اذا كنا بنطبع ثلاثة مليون مصحف في السودان في السنة حنطبع ثلاثة مليون مصحف في الشهر واحد مطبع عديل بخدها لكم في نص الميدان رايك شنو رايك شنو رايك شنو حيعمل الحاجة دي اسمع العربي دا والمبنى دا حيرجع جمعية القرآن الكريم والناس دي التاني يخشوا الحتة دي زفتطين انت لا عندنا لك ورق غانوني ولا بنزبط لك رجالة كده احنا مسلمين عجبنا المبنى دا ودارنا خد فيه كتاب ربنا ويطبع منه ويطلع ويصدر منه رايك شنو جيب ورق ما عندنا ورق كده بس رجالة وضعية وضعية البتعمل في اللجنة دا التمكن تشيل حق الناس وتطلع وتقول يا اخي ما بنع عندنا نطالب بلجنة استئناف ثلاثة سنة حس الناس دي الما مظلومين ما قادرين ما لانو ما في اللجنة استئناف والقال انو طالبة الحكومة تعمل لجنة استئناف دا بنولدها الكلام دا محمد الفكي تطالبة كيف وانت عوض في لجنة زادة التمكين قال لا لجنة زادة التمكين ما من تخصص تعمل لجنة استئناف وين اللي بعملها مجل السيادة وانت ما شغال في السيادي انت زادك ما شغال في السيادي انت ناطق رسمي باسم السيادي وعوض في السيادي ورئيس لجنة زادة التمكين المكلف ما تكلم روحك في البيت تصحى الصباح تعملك لجنة استيناف ثلاثة سنة تأكل حق الناس وتقلع حق الناس وبيدعاوي باطلة جمعية القرآن الكريم كان عندها مناجم ذهب هي ما عندها مناجم ذهب لكن تستحقها الذهب بيطبعوا باشنو كانوا بيطبعوا باشنو مش المصحف ده قال لي شي لمناجم حق ده هو القرآن ده حق الله والدهب حق الله والبلد حق قطلة والدنيا حق قطلة شي لنا ذهبوا طبعا نبيو كتابه وانت مشكلتك شنو نعم تفضل يعني التهمة هنا شنو يعني جمعية القرآن الكريم بتطبع ثلاثة مليون مصحف يأدي ثلاثة مليون دولار واكتر بتنشر بتبني مساجد تييبة لك من وين يعني يشتغلوا في شغلكن يعني كان ولا شنو ده حق الله طيب لا يقبلوا إلا طيبا عندهم مناجم ده هم مصدقاء الحكوم مصدقاء الحكوم ومشكلتك شنو ماهو ده حميتتي مصدق جبل عامر طلعوا منه يلا هاك طلع جبل عامر من حميتتي الكام بيسلح بيه والقتله والمجرمين اللي اختصبوا اخواتكن وبناتكن واهلكم وحتى الان ما قادرين يثبت ان جمعية القرآن الكريم عندها من يمدهب وحيكون عندها من يمدهب ولا كثيرة حسنا الناشدة هنا في نهر النيل يدو مربعين لجمعية القرآن الكريم من اللايف ده بكرة الصباح بيكون عندهم ايه رايك بعماله ومجان انتو بتتحدو في منيازول الكلام ده ما هيحصل ياهو ده كالبشير الكوزم شو حاسبوه ده موضوع منتهي صادروا حاجات صلاح جوش قلتوا لا احنا ما بنقدر بالمتهمين البعيدين يا وجدي امشي صادر بيت صلاح جوش امشي صادر بيت صلاح جوش وخلي الفصاح الكتيرة وابعدوا من المبنى ده والكلام ده انا ما هفتحوا تاني ما هنفتحوا في الميديا نعم ما هنفتحوا انتم مش دارين تفتحوا في الوطا ودارين الموت ودارين التفجير ودارين البلد تمشي ليه هاوية بنوديها الهاوية مش في الموضوع ده بنوديها ليه كون الهاوية تاني في شنو? اهل ما في شنو يعني? اتفضل. اتفضل مش ده المخطط بنعملوا لكم. في لا اله الا الله محمد الرسول الله ما تقربوا لنا. العربي ده واضح. العربي ده واضح. والكلام ده ما ليل بسمعني الكلام ده للحقومة. انه الحاجة ده حتحصل. انا متجاوزكم. اللهم يبرقوا اليك مما فعل قومي. ده القرآن الكريم. كلام الله. اختاروا ادنس وادفه واسوأ. حاجة ممكن تتخطى في في المبنى تعالى المصحف. ما صادروا. يعني لو صادر المبنى كله انا بقبل. بقول لي اخي نبشي نقلعوا منه بالغانون. لا قال له انت قعدوا باديهم ونختار. وقال لي دي لك تجي تشتغلوا في الطابق التحت. انا حسي بس المجتمع ميم ده شنو? سيتاو دي شنو? قوز قوز احد شنو دار اسم? حكومة تطلع تروض عليه قوز 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 احد شنو? جمعية قوز قوز احد شنو? انا دار تعرف من الحكومة ده. دار بكرة وزير الاوقاف اطلع يروض على الفتنة دي. ما رد عليها. مرحب داك المبنى بتاع غران الكريم وقربوا له. انتم ميم وصاد وخاء وجيم ودال وكاف تعالوا له. العربي ده واضح. في الواطة معاكم في السماء معاكم في الجمع في الميديا معاكم في اي حتة معاكم. تعالوا قربوا للمبنى. الراجل فيكن اللي قرب له. ولا في تفاهم. الان. الفتنة ماشى. تكسيم البلد ماشى. نتيجة اتفاقية الجوبة الظالمة. هما الان بتجرسوا. اتوا ليه ما سميتوا من اوي فلول. انا قال انا دارفور دي حقتي وحطلع من طوع المركز. قال الكلام قبل الاسبوع. ما لكم ما سميتوه فلول. من اوي يقدر اقلع دارفور حس من مناوي او اقلع مناوي من دارفور. ما في. الوسط ما في. ترك يهوداك ما بتجرسوا تقلعوه من اهل وانصارو. وده كله نتيجة اتفاقية الجوبة الظالمة المجحفة. والخرطوم. الخرطوم خدتوا فيها حركات مسلحة. تبييد الناس. وحتبيد الناس. اذا الناس ما صحت حد بيت كن. يعني قصتينه نمشي نعبر وتسمع لي في. لا لا ما حيحصا ما في عبور. بيبي ما في عبور ولا كلام فارغ. انت شايف المشهد العام بشكله كيف. المشهد العام الان يقود الدولة دي المتطرفون. ياسر عرمان تصريحاته متطرفة جدا ومستفزة وتخلق فتنة. خالسي لك تصريحاته مستفزة وتخلق فتنة. وزير الاوقاف اللي بتدعي الصلاح والتعدين الابراهيم ده مستفز وبيخلق في فتنة وبيبراعي في الفتنة وبيستفز في الناس. مساجد الخرطوم كلها بكرة تتكلم عن الموضوع ده. كلام ده ما يحصل. الكلام ده ما بيحصل. المقال اللي انا قريته ده. بغض النظر عن طالع من وين. لازم الحكومة ترود عليه. ويلا حتكون نتيجة الموضوع ده وخيمة. عربي واضح. متطرفون يقودون الدولة الان. الحرب الاهلية جاية. حارب خارجية جاية. حيعلم مجلس بتاع طوارئ عسكري. وحيكون فوزة الديكتاتور. هو الحيقود الدولة دي. الديكتاتور اختار ناسه. برهان حمدوك حميدتي. دي لاختاروا روحهم خلاص. معاهم حزب الامة مريم خالي السلك. دي لالناس الجهزوا روحهم. متطرفين. بغض النظر بعد دي يفصلوا الشارك يفصلوا الغريب ما عندهم شغل. دي ساجين البلد كده والفتنة والحركات المسلحة دي هتواجه الشعب السوداني لانها ما عندها مصادر دخل. الامارات هتكفل منه نلفل يا صاحبي. كتلوا الناس ولا ما في قروش. عديل. يتوا قعد يجيبوا قروش من وين. انتوا بتجيبوا قروش من حركات مسلحة كلها عندها مناجم ذهب لما نجي في طباعة كتاب الله يقول لك صادرناه لانه استخدم فيشنو. استخدم فيشنو يا الرشيد. انت ده ما رجحت روحك انت والتسعلوه قمرتك وزارة الخارجية وخليت الاف المفصولين برا. شلتوا المناصب حس انت وكيل وزارة خارجية ورئيس لجنة سيداو ذاتك انت بتعملها. ومرتك دي اه كانت في فرنسا اه يعني انسى. تيجي تبقى هنا حسبي درجة وزير اتحادي في الخارجية. خلت المفصولين وتيجي تقلع علي جمعة القرآن الكريم بحجة انه يا اخي. انت ما قلت عاديل قلت احنا البلد دي ما حتتحكم بيدين. للبلد دي احنا قاعدين فا مسلمين نحكم بدين بدون دين. انت منه ذاتك. انت منه اللي بتفرض عليه. انت منه اللي بتفرض عليه الكلام. البلد الان تدار بالمتطرفين. حارب داخلية جاية قريب. الناس تستعد. خليك. وانت ممكن تكون ضحية. التفلت الامن اللي بحصل ضحن واجهه يا اخوان. ما في حسمها تزعة طويلة قبضناه وصورناه وجريت وبكد. تقع معاو الوطة موت. صفيو. الكلام اللي بيقول لك احنا حنستخدم الحزم في ومواجهة الفلولة اللي بيقول فوص على لوقا الفكي. طوالي رود عليه وقل لي هوداك تيريك قافل الشارع وقافل المينة وقافل الصادر وقافل الوارد وقافل الخطة البترول. امشي رود على تيريك خليك من سوهير. هو بين الرجال اللي بيجيب اسم سوهير. سوهير كتبت له يا محمد الفكي يا منقا. حتى الان هو ساكت. ما لك ساكت. جيبي اسمه. جيبي اسمه عشان اجي دخلك. اصبعده جوا عينك. جيبي اسمه كالراجل. صاحبة الكعب العالي في الجهالة. قل اسمه سوهير كالراجل. التمادي في قلة الادب. حيقود البلد دي الانفجار. انتو دار انها تمشي الانفجار بنافج جره ليكم. ما عندكم مشكلة. خالص. ما في مشكلة. المشكلة وينها. يعني تتوقع انه ممكن حصل شنو اسوأ من اللي بحصل الان. الكيزان ممكن يرجعوا. افرض انه الكيزان رجعوا. هيعملوا شنو اسوأ من اللي بتعملوا فيو انتو. فضل. هيعملوا شنو الكيزان اسوأ من اللي بتعملوا فيو انتو. قل لي. احنا لما نشينا الكيزان مستشفيات شغالة الكهرباء شغالة البنزين شغال بي تمانية وعشرين عشتين بجنيه. العلاج فيه حق السرطان مجان غسيلة. الكلا ما في مركز واحد واقف. ما في مركز واحد واقف. تجي بعد كله تعملوا فينا اللي بتعملوا فيو. تقول الله أنتhar انترد نظام السابق وحماية النظام السابق نظام سابق قاعد معك. عمر منيس نظام سابق قاعد معك. عبد الرحمن مريم الصادق المهد نظام السابق قاعد معك. ساعدوة تفتح فيها. على إدارة المركز لو مدوني قروش بيساون في السودان كله من ناوي الأسبوع الفات قال عديل قال أنا لو مدوني قروش بطلع من إدارة اسمها انفصال اسمها انفصال أنت متوقع يحصل شون أسوأ من كده يا محمد الفكيو صعاليقك في شنو يا زول المعركة ما معركة ميديا المعركة معركة الشارع يا زول حسي أنتوا الآن محاصرين كل مرة بيقول لكم إحنا في الواقع محاصرينكم واحد فيكم ما بيقدر ينزل الشارع حسي مشكدة وبس الآن يا عرمان الخرطوم ومركزك أصبحت تحاصر محاصرة يا هديك بيجاي البطانة طالع عليك بينه وبينك كبري إلا تهدوه أمشي هد الكبري بتاع الشرق النيل ده لأنه حجير كبوك النازل قربوا منك بيجاي هنا الجموعية ومدرمان وجبلوليا وانت ماشي الشمال ضنقلة أرقين فاتح الناس بتطلع في شعات منه لقلك حيكون فاتح المعبر ده حيتقفل هذا الشمال إذا هو واصل في إنه فيه الناس موالي لكم حقه إن حيضيع ماذاك منه يبقلع بالرجالة الشمال مشكلته شني يعني عامل فهم مسالم يعني الشمال أمصال عقارب ما عندهم ويجي في النهاية يعملوا لينا مغرات بتاعت بيوتشباح والفنادغ محاصرين يا إيهاب الطيب يتقال الناس ما متابعينك يا إيهاب الطيب بغض النظر عن الكلام اللي بيطلع حقيقة ولا ما بيطلع حقيقة يتمرسول ذاتك الناس راسدك العربات اللي بيطلعوها من الناس ياخدوا تطلع في النهاية براءة تشيلوا منه تمانية عربات تمانية عربات بتاع الشركة بتاعت اللموزين الناس التانين بتركبوا عرباتهم والعربات المفرتقة والبيتسرقوها وتيجي تتشفوا بعد ذلك إنه والله إحنا اتهمناك ظلما شعلي لكم منزول أملاك بشركة فيها 35 شاحنة المكان بتاعت الجرابوكس بتسرقوه من العربية إنت بتتكلم عن شوني يا إيهاب الطيب يا بتعلق نزلات التمكين ويتوصى اللي قال معاك الكلام ده حتدفعوا تمنه طبعا لا محالة الآلافة اللي بترصد فيكم وفي صعلقتكن وطلت لسانكن وتعرضكن للناس المسل تقال لناس حيخلوكم ولا حيخلو أهلكم الجالة دي ما سورة بتاعت لعب دفعات مان يا سيد إنتو مرصودين ومحسوبين وحركتكن ونفسكن وإي حاجة إيتي الصعلق اللي بتعمل فيها حنان ومنخرت تقال لناس ما هو إحنا ساكتين للحكومة كلها لما نجي الحساب الحساب بيجي كله المطار ده بس ما تمشوا عليه أبقوا رجال ويركزوا أبقوا رجال ويركزوا الثمن حيحصل كالآتي البلد دي حندفع فاتما دم ما في 2-3 لكن الثمن الأول ما في حيسمها حزاب انتهيته انتهيته حس تاني في مؤتمر سوداني بتدقى في الشارك بعد كلامك دي يا خيال السينيك تاني في حزبي بحسي بتدقى في الشارك بعد كلامك يا سنهوري بس كلمتين قال يا أخي اه اتعاملوا مع المواطنين في الشارك بحزم انتهى من المؤتمر السوداني في الشارك انتهى من المؤتمر السوداني في البطانة انتهى من المؤتمر السوداني في دارفور انتهى من المؤتمر السوداني ما بتقوم لكم جايمة قس انتو بتسرقوا في القروش بتاعت الدولة بتأسسوا في حزابكم وفي كوادركم والمنظمات بتدفع لكم لكم ما حد كن في دولة تعمل فعل كلامي ما في كلام زي ذا ما حيحصل انتو افهموا انكم سايقين البلد دي تدفرتك احنا ما بنفرتك بنفرتك كون انتو ديل تعاني في حزب الشيوعي بدوكوا راعي في البلد دي تعاني في مغار بتاع حزب الشيوعي بعد العملتو في الناس حمدوك يطلع يقول باسماء بسورة مجيدة وتضحيات الشهداء عنده 198 جسة مجدوعة في ميدان انتو كلكم اللي بتسمعوني وحمدوك وانا كلنا ربنا سبحانه وتعالى حيتربسنا في جهنم بجسس مجدوعة في ميدان دي ما حصلت في الدنيا طالع يقول لك باسماء الشهداء وتضحياتهم ياتون المجدوعين في الشارع المجدوعين في الشارع دائرنا نطلع معاك نغاوم الاهل العسكرية عشان نسبت نظامك ونخمد الانقلاب وانت جادع لينا شهداءنا في الشارع خليني اللجنة اديب الجادعون لينا في الشارع دي الجادعون في الشارع انا بطلع بموت عشان سيلك تاني بطلع بموت عشان الاصم ولا بالطروبي ولا بتحتل بيجيب ليه منظمة ميم تاخدت عليه في اطهر مكان في السودان في طباعة المصحف والقرآن الكريم تاخدت عليه دي دي قلة ادب وصلت مرحلة هنا طفح الكيل جديد يا عثمان مرغن يا بتاع المخابرات هنا طفح الكيل جديد بعد دا الكلام الحدي هنا انتهى كلام كتير ما عندنا هناك الشارع دا مدور استيبوا ليه مطالب احنا الخرطون دا حقتنا احنا السورة الكلام اللي بتقول فيه دا حكومة حمدوك وحكومة ميم انكم حتمشوا تقربوا للمبنى دا دا اخر يوم في حياتكم بالعربي الواضح البسيط اخر يوم في حياتك ما سمعتها كويس اخر يوم في حيات الحكومة كلها والحكومة كلها انا ما بعرف وزير الاوقاف ومضى الغرار واصدره انا بعرف عروة لقيت عروة دا بالنسبة ليه هو وزير الاوقاف لقيت حمدتيه بالنسبة ليه وزير الاوقاف بقرب ليه بيطلوا وبيطلوا كتاب الله انا بقوم باقي انت جاتوا المواطن انت تسعلوك ولا شنو المواطن ذاتي تركب خليل حكومة سألناكم بارات عملته فنادق عملته محلاشيشة عملته لا بتراعوا لي ناس نايمين لا بتنظموا صعلقتكم وجلة ادبكم الليل كل يزعاجوا طفحيد ما سألناكم صادرتوا جامعات صادرتوا مراكز كل أوقاف حقا بتدعم محتاجين بتسرقوا في داوة بتشيلوا قروش الزكاة حقاة المسلمين وتطلعوا لينا بقى في راسنا يا حنان يا زفتا بالشيلوا قروش المسلمين انت باش قلت دولة علمانية ومدنية قلت دولة علمانية ولا مع علمانية مساوين فيها انا المسلم اتفعلك زكاة ليه اتفعلك زكاة اكبر مصدر بتاعت تمويل الان في الدولة دي 3 تريليون و 600 مليار حسي شهر الفات دي كانت من الزكاة بتاعت المسلمين عشان تدعوا ليه حنان تغير ليه بها البلوزة حقته تطلع تكتب ليه ابو جيغة كان فتح خشمه معانا احنا نجيبه المحكمة اطلع الى الكتب فره احنا حنوريك الكتب فره انا بوريكم الكتب فره كلكم شوف اسمع العربي ده العربي ده ما واضح دولة علمانية ما عندنا معاكم مشكلة حرية سكتنا عليكم ما في مسلم انا بديك فتوى وتحرك بايا هناك طوالي قدام ما تدفع زكاة في الدولة دي مساوي ما في زكاة يا زل لا لغة الدولة العربي ولا دين الاسلام بتدفع زكاة بتدفع زكاة وساكتين الناس يقول لك والله طبعا غهر السلطان غهر السلطان بتشوفوا قدام انتنا ما نسألوك من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم تقول شويني بتمشي الرياض دي ماري من 17 محلل شاور ما بتحتل تراك والله يا اخي شاول اليافطة بتاعت مركز جمعية القرآن الكريم خطفها ناس ميم دي لا غزغزح يا اخي انت قاعد تشوف بتاعتك دي بتشوف الله بعدين انت هشوف جنة انتهى الموضوع يا بابي الكلام دي انا قلته واضح وعربي مختصر بالنسبة لها الحكومة كلها مفرح المبنى دا احنا برسالة واضحة واضحة انا لا عندي شغلة باتفاقية الجوبة حسي ولا تريك ولا عندي شغلة المبنى دا شايفينه الرجل اللي جربلي بس اشتركوا في القناة